موسيقى مساء الخير الحرب برا بحرا جوا مع بوم ليلي وغراب تعاقد مع الخراب لم تحجب قدرة الصواريخ على الانطلاق إلى حيفا ويافا وصفض ونهرية ومستوطنات كانت تنبض صفارات انظار صواريخ جليلة خرقت كل هذه التحصينات ووصفها الاعلام الاسرائيلي بانها الاعنف منذ بداية الحرب فالعدو الاسرائيلي الذي دخل برا اجر لقدام اجر لورا كان شاهدا على دفعة الصواريخ نحو صفض واخواتها قبل ان ينشر الاعلام الحربي مشاهد استطلاع جوي لقواعد ومقرات عسكرية ومرافق حيوية في منطقة حيفا الكرمل عادت بها طائرات القوى الجوية في المقاومة وبدأت اسرائيل الاعتراف اتباعا بوقوع قتلى واصاباتنا في معركتها البرية وبينهم جرح ثمانية وثلاثين على الاقل في مواجهات الساعات الماضية ومقتل احد عشر جنديا منذ بدء التوغل البري اما خسارات العدو في معارك اليوم وصواريخها فظلت مكتومة القيد وما لم تعترف به اسرائيل في الاعلام تولته المشاهد المنقولة من صفض حيث استقرت مائة صاروخ فوق السطوح والسيارات وخلفت دمارا واضحا للعيان والعدو لم يترب بدوره كل فرص القتل غدرا والغارات المفاجئة من دون تحذير فضرب مبنى للنازحين في بلدة الوردانية حيث سقط شهداء وجرحة واستكمل ناره هذا المساء على الضاحية بغارتين عنفتين ومن المرجح أن يستقر الوضع عسكريا وأمنيا على حاله في ظل انسداد القنوات الدبلوماسية التي لا تقارب سوى معركة الرئاسة وفي حديث لصحيفة الشرق الأوسط قال الرئيس المفوض نبيه بري أن لا تقدم إيجابيا بشأن وقف الحرب الإسرائيلية على لبنان منتقدا الأمريكيين الذين يقولون إنهم مع وقف الحرب لكنهم لا يفعلون شيئا لتحقيق ذلك ولما كان الأمريكي والفرنسي يضغطاني باتجاه الرئيس أولا فقد سال لعاب الثنائي المسيحي سمير جعجع وجبران باسيل على إجراء استطلاع رئاسي بالنيران وفحص العينات في الترشح ووفقا لمعلومات الجديد فإن الطرفين يتبادلان استمزاج الرأي وأن أصدرت دوائر همال إعلامية بيانات نفي وعلم أن باسيل يعتزم طرح حزمة أسماء للتشاور لكنه يبقي على اسمه في الطليع أما قائد القوات فقد بعث برسل إلى قائد التيار يسأل عن تأييده إذا ما ترشحها للرئاسة وبين لغة التواصل بالإشارة محليا هناك اتصال استراتيجي دوليا على خطوط بايدن وكاملا هارس مع بن يمين نتانياهو خمسون دقيقة لغاية الآن لم يرشح عنها سوى دقائقها الطويلة لكنها على الأرجح دقائق متفجرة من رئيس وزراء إسرائيل إلى إدارة أمريكية تستجديه تخفيف الضرب على إيران لأنها إذا أصابت فإنها تصيب المرشحة الديمقراطية ترجمة نانسي قنقر